بسم الله الرحمن الرحيم بشيء وفقنا جميعا لهذا الخير كما أشكر القناة على متابعة هذه السلسلة في الحقيقة لقية صدن فالموضوع ديال اللفيف مثل تكلموا عن اللفيف هو خاصية مغربية بمعنى أن المغاربة في مجموعة من قضاياهم وفي مجموعة من الأمور ديالهم يعتمدوا على هذا اللفيف لحل أو فضي نزاعات وكذلك لتهيئ وطائق اللي هي من بينها عقود الإيراتة عندما يتوفى الإنسان فلا بد من عقد إيراتة هذا العقد الإيراتة يحتاج إلى شهود لأن هذا الإنسان الذي توفي تشهد بأنه توفي وترك من الورطة أب أم زوجة أولاد عصبة يعني على حسب الحالة التي يمكن أن نتقدم بها فإذا هناك كان هذا الجانب وكان بعض المرات في ميسان جيو اللفيف هذه الشهود مرشل شهد تلقوا بأنه بعد مرة تتمشي عن العدل تقول لك لا السن ديالك لا يسمح هي ماشي تقول لك لا رأنا رأس بقلي شهدت في واحد شهده ولكن رأني أعطيت لبيتها قوي وقعت وكل شي هنايا تشميل تكون الاختلاف تكون في مثلا غيرنا تكلموا على واحد الإنسان توفيها هذه عشرين سنة وجاك واحد الإنسان عنده تمنطارش لسنة بغير يشهد ما يمكنش يعني هنايا تتكون شهده ديال السامع ولكن اللي بغينا نتكلموا على هادك اللي غي خصوه يشهد هذه الشهده خصوه هادك سي اللي توفى هدي مدة ديال عشرين سانة هادك سي اللي غي شهد خصوه ديالك الوقت سيكون عنده طمارش العام بمعنى خصوه يكون عنده السن دياله اللي غي أهله يؤدي هاد شهده هو اتنين وثلاثين سانة هادك كيف قلت هو عرف مغربي يعني فقه الأندلوسي هو اللي يعتمد هذه المسألة وهي خاصة خاصة بالمغرب الآن بعد سدى العدول من الاستنائفية الربط أنجزوا عقد إيراتا وأنجزوا عقود أخرى مماتلة تحتاجوا إلى شهود بالتناش المرأة علاش انسجاما مع الدستور ومع القوانين المنظمة لأن هذا مشي تدخل في الشهادة اللي هي معروفة فقها وقانونا فإذن هنا من حق المرأة أن تشهد حتى في الفقه الإسلامي سنجدوه بأنكين أمور لي خاصة بالنساء لا يشهدوها إلا النساء ولا يمكنوا أن يشهدوها الرجال العدد راه للحد الآن كان فوق 12 كان 24 كان 36 كان كده ولكن في الخر استقر الرأي في المغرب على 12 وكانت واحد مشي لفيف كان فيه بعض الشهادات كمنات نقوموغي بستق والآن حاليا اللي معروض على الأمن العام للحكومة منذ 2012 هو الس بدون تمييز في مسألة النوع ديال الشهود يعني الذكر أو أنت يقدر يكون ست نس يقدر يكون ربعا نس وجوج رجال يعني لا علاقة برجل ومرأتان إذا هذا هو هذا هو يعني يعني في مسألة ديال الشهود أنا أقولك بأن هذه وثائق هي استرعائية يعني بداية حجة يعتمدها القضاء في مجموعة من القضايا يتقدم بها المواطن للدفاع عن حقوقه ولإثبات حقيته بحل مثلا يقدر المرأة مثلا تقول بأن الزوج ديالها لم تكنش تنفق عليها فهنا لا بد لهذاك الزوج لك أن هو تنفق عليها رهوة يجيب شهود يشهدون بأنها كانت تعيش معه في بيت الزوجية إلى أن غادر بتاريخ تقدر هي تدعي مثلا أربع سنين وهي عايش معها خلال ذلك المدة فهنا القضاء يلتجئ من خلال هذك المواطن اللي هو يعني تتهمه بواحد شيء تقوم هو بالحجة دياله عن طريق الشهود يعني الشهود هو واحد المواجب اللي تحتاجها المواطن في تسهيل عمليات كثيرة من أموره مثلا الحضانة من تكون طلاق بعد المرات هذك المرأة تتبغي تتخلص واحد الواجب تتعطيه الدولة فخصها لما باش يجي مع هالمفارق كان بيناتهم نزاعات فتلتجئ إلى الشهود كي إنسان تبغي انتقل من موظف تبغي انتقل من مدينة إلى مدينة وعنده والدين مراد وخصم عناية فتقوم بأنه هو المتحمل بوالديه لأنه في حالة مراد وناس كبار فتسهل له هذه العملية ديالانتقال من موطن الذي هو معين فيه إلى الموطن الذي يستقر فيه يعني العائلة دياله والأسرة دياله